في الفيديو السابق رسمنا السلالم الخاصة بالمبنى بتاعنا في الجزء الخامس من ورشة تصميم كلاسك في برنامج جوجل سكتش اوب هنبدأ نرسم الحوائط الخاصة بالمشروع بتاعنا وهنستخدم تكنيك واسلوب مختلف في رسم الحوائط في برنامج جوجل سكتش اوب قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا هنخفي الليرز الخاصة بالارضيات والليرز الخاصة بالاعمدة علشان يفضل معنا السلالم بتاعتنا هنيجي نعمل لها سلكت من الشمال اليمين بهذا الشكل وبعد كده هنقول لك لك يمين مي جروب علشان تبقى معنا جروب واحد وحنيجي بعد ذلك هنخفي الليرز الخاصة بسلالم المدخل علشان يرجع معنا البلان بتاع الدور الارضي هنبدأ نرسم الحوائط هنرسمها ازاي هنيجي على امر المستطيل ونبتدي نضغط كليك على اول نقطة ونروح لنهاية النقطة الاخيرة بهذا الشكل بعد كده هنقول له ضابل كليك كليك يمين ميك كومبوننت ما تستغربش ان انا عملتها ميك كومبوننت ونسميها حائط وان بهذا الشكل ونقول له كريات بعد ما قلت له كريات هتغط ضابل كليك واقول له بوش لاعلى اتنين بوينت تمانية انتر اتنين بوينت تمانية انتر اتنين متر تمانين بهذا الشكل طب ليه اتنين متر تمانين علشان انا عندي ارتفاع الدور الارضي اربع متر كان عندي الارضي على ارتفاع متر عشرين فاصبح ارتفاع الحوائط اتنين متر تمانين بهذا الشكل. بعد كده هاختار هذا الحائط واقول له موف كنترول عشان اخد منها نسخة. وهتجيبها في الجهة الاخرى. هذه الطريقة. بعد ما اخدت منها نسخة بهذا الشكل هاضغط على امر تابع معي الشرح وهتعرف احنا ليه بنستخدم الاسلوب ده. بعد كده تعالى من الجزء او المقبط الخاص بالمنتصف اضغط واسحب بهذه الطريقة علشان نعمل للحائط بتاعنا. انت وشغال بتسحب بهذه الطريقة هتلاقي في قفزة في النهاية هتحصل معاك. اول ما تحس ان القفز تتمت سيب الماوس هتلاقي ان الحائط تعمله بعد كده اقول له موف من النقطة دي تعالى حطه في النقطة دي بهذه الطريقة. يبقى احنا كده قدرنا نرسم هذا الحائط وهذا الحائط. بعد كده عايز ارسم هذا الحائط هبتدي اختار امر المستطيل مرة اخرى واضغط كليك واسحب واضغط كليك ثم بعد ذلك دابل كليك تاني بوش لاعلى اتنين بوينت ثمانية بهذه الطريقة. ونفس الكلام هطلع برة واخترها وقول له موف كنترول من النقطة دي هاتها في النقطة دي بهذه الطريقة. طيب هعمل ايه بعد كده احنا عارفنا هقول له تعالى من المنتصب اوسع كده النفس شوية تعالى من المنتصب كليك واسحب عشان تعمل مرور وامشي بالحائط هتلاقي في قفزة في النهاية هتتم معاك. اول ما تلاقي ان في قفزة معاك كده سيب الماوس كده انت عملت مرور بطريقة صحيحة. وقول له موف من النقطة دي تعالى حاته هنا. ما لاستغرفش الطريقة اللي احنا شغلين بيها هتعرف فيديتها بعدين. طيب. انا كده وليكن رسمت الحوائط الخارجية هفطرد انها رسمت الحوائط الخارجية وخلصت. طيب هرجع شغل الخاصة بالارضيات معايا والاعمدة مرة اخرى. ارضياتها هي والاعمدة هي. هتدي اختار هذا الحائط وهذا الحائط وهذا الحائط وهذا الحائط واقول له من النقطة دي. الى اعلى الارضية بهذه الطريقة. تمام. ممتاز جدا. بعد كده بشمهندسة. انا دلوقتي الحائط ده عندي اتناشر سنتي. عايز اخلصهم كها خمسة وعشرين. اعملها ازاي? على اول حائط اول اختار امر واضغط من الجهة دي كده واسحب للداخل وقول له واحد تلاتة تلاتاشر سنتي. هتلاقي ان الحائط ده السمك بتاعه كبر. والحائط ده السمك بتاعه كبر. طب تعالي الحائط اللي بعده. عليه بوش من النقطة دي. واحد تلاتة. طب هتلاقي برضو ان الحائط ده كبر والحائط المماثل ليه كبر. طب احنا اشتغلنا بالطريقة دي عشان قادر سمك الحائط بس. لا طبعا. طبعا. تعالي نفترض ان احنا عايزين نرسل الشباك اللي في الواجهة ده. اللي هو في الدورة الارضي ده. ولاحز ايه اللي هيحصل معك? هنيجي على ده اول حائط. وهنختار. انا عايز عايز عينك مع الجزء ده. مع الجزء العليمي. وهنختار هذا الحائط. وهنيجي. نيجي نختار امر. بهذه الطريقة. وهنضغط كليك ونسحب الاعلى. بهذه الطريقة. وهنقول له متر. متر دي الجلسة بتاعت الشباك بتاعي. وهنضغط عليها مرة اخرى كليك ونسحب الاعلى. اسف. كليك ونسحب الاعلى مرة اخرى. وهنقول له عايزين واحد بوينت نصف انتر. متر ونصف انتر. جميل. بعد كده هنختار امر لاين ونجيب المنتصف بتاع هذا الشباك بهذه الطريقة. طيب بعد كده امر مرة اخرى. نضغط كليك ونسحب ونقول له نصف متر. النحلة التانية. نصف انتر. واللي اكون ده مجاسي شباك. بعد كده هنيجي من الجوز لفوق كليك ونسحب الاسفل. ونقول له نصف انتر. جميل جدا. بعد كده هنختار امر لاين ونضغط كليك 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 كليك. شوف اللي يحصل ايه? اللي حصل معي اننا رسمت هنا مستطيل. صح كده? هتلاقي ان المستطيل ده ترسم معاك الناحية التانية. ممتاز جدا. تمامة بش مهندس. بعد كده هنعمل ايه? بعد كده ايه? هنعمل ايه بش مهندس? هنختار امر ونبتدي نقول له دليت لللاين ده. دليت للتين ميار ده. نوظف الرسمة بتاعتنا بهذه الطريقة. اهو. وهنختشيل الخط اللي في المنتصف ده. الخطوة اللي بعد كده هنيجي لامر. بوش. ونقول له بوش للداخل. بوينت اتنين خمسة انتر. علشان نبدأ نعمل فتحة اول شباك معاك. الله تتفتحت معاك انا حتى انا بش مهندس ما عشان كده قلت لك التكنيك اللي احنا بنستخدمه بيصرع معانا الشغل. جميل جدا. وليكن انا رجعت في كلام اقلل ارتفاع الشباك ده. هقول له بوش من الجزء ده. واسحب الاعلى ولكن اقول له نصف انتر. عشان الشباك ده يصغر معي شوية. لا لا لازا اكبره شوية. لا. هقول له بوش من هن الجزء ده. اتنين خمسة انتر. عرفت الطريقة بتاعتنا فايدتها ايه? انا في العادي بارسم شباك هنا وارجع افتحه وابرسم شباك الناحية التانية وارجع افتحه. لا. احنا بنستخدم طرق. اه ان شاء الله تكون جديدة عليك ومفيدة لحضرتك. دي كده اول حائط. طيب عايز ارسم الحائط التاني. هتغل ضبط كليك جوة الكمبوننت. ونشوف تاني شكله ايه? مستطيل برضو تقريبا نفس المجاس. هنرجع تاني. ونقول له. برضو امر اضغط ده كليك ونقول له متر انتر. بهذه الطريقة. وبعد كده كليك اخر لحد ما نساوي الشباك النهائي بتاعنا. ونضغط كليك. كده انا جبت الارتفاع. بعد كده هقول له امر لاين. تعالى من منتصف هذا الحائط وارسم لي لاين بهذه الطريقة. بعد كده ونقول له. نصف انتر. واسحب له. نصف انتر. وتعالى للمرة دي الامر المستطيل واضغط كليك في الجزء ده. وتسحب واضغط كليك في الجزء ده. وقل له اريز شلي الدليل بتاعي ده. الدليل بتاع ده. الدليل بتاع ده. بتعمل لي زي دليل في رسم بتاعي. وشيل اللي في المنتصر. امر بوش. واضغط على المستطيل بتاعنا عشان نفرق فتحة الشباك. وتعالى لنهاية سمك الحائط ده اسلوب مختلف اهو. بهذه الطريقة واضغط كليك. هتلاقي برضو ان الشباك بتاعك انفتح. طريقة دي بنستخدمها لما يكونوا مش عارفين سمك الحائط كالله. ده اتعامل معنا انها حتى انا مش مهندس ايوانا قلت لك اتقل. ده الاسلوب اللي انا اصدع عليه والتركة اللي قلنا عليه في بداية الفيديو. يميل جدا. طيب. هنطلع برة هذا الجروب. يبقى دا كده اول اسلوب من اسليب رسم الحوائط في برنامج جوجل اسكيتش اب. استخدمناه في الورشة بتاعتنا. في الفيديو القادم ان شاء الله. هنكمل في اسلوب اخر من رسم الحوائط في برنامج جوجل اسكيتش اب. في نهاية الفيديو اتمنى لو عجبك الفيديو اشتراك وشير واشتراك في القناة لان ده بيحفزنا على تقديم المزيد. واتمنى ان ما يكونش الفيديو مطيل على حضراتكم لان زي ما قلنا قبل كده لو حضرتك عارف المعلومة ففي كتير مش عارف المعلومة فعشان كده احنا ماشيين خطوة بخطوة. واخيرا عندنا قناة جديدة خاصة بتعليم برنامج الريبت. هسيب اللينك بتاعها في صندوق الوصف للي حابب يعمل اشتراك فيها او يتابعها. اشكركم. نلتقي في فيديو اخر باذن الله تعالى.